تتسارع حركة الأصابع الإيرانية المرتبكة للملمة ما يمكن وتوحيد صف لوكلاء لمواجهة واشنطن بعد أن صنفت الحارس الثوري منظمة إرهابية ليس هناك ساحة أقرب مثل العراق تجمع من التناقضات ما تجمع وتخلط من الأوراق ما يصعب فرزه كيف لا وهي تجمع الخصمين في أرضها وتحكم من هوات سياسة كل يوم هم في رأي تحاول طهران انتزاع موقف واضح مساند لها ضد القرار الأمريكي عبر حركة مكوكية للسفير الإيراني في العراق إيريج مسجدي فخلال 24 ساعة زار مسجدي كلا من رئيس الجمهورية الحالي والسابق وزعيم التحالف الإصلاح أمار الحكيم لمناقشة القرار الأمريكي الذي وصفه بأنه غاية في الحماقة والجان ثم يستعين مسجدي بانتقاد ناعم فيستغرب أن يكون مصير دولة مثل أمريكا بيد شخص لا يلتزم بأي اسلوب وقواعد وكأن بلاده مشت على القواعد عندما مدت أذرعها في أربع بلدان عربية وفاخرت بحكم عواصمها ردود الفعل الحكومية كانت باهتة بنظر الإيرانيين فاكتف صالح بالقول إن العراق لن يكون منطلقا لأي عمل يؤذي جيرانه فيما تجنب الباقون التعليق على لقاء مسجدي أصلا لكن تحركات الأخير تعكس الخشية الإيرانية من أن يكون قرار ترامب أول مسامير نعش النفوذ الإيراني في المنطقة ضبابية الموقف الحكومي تعبر عن خوف واضح من التحرك ضد القرار الأمريكي فلا شيء أكثر صعوبة من إرضاء وصيين متخاصمين قرار ترامب حرك المياه الراكدة لدى الكتل الموالية لإيران التي وجدت مشروع قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق ردا مناسما على واشنطن لكن تغير مواقف من ذهبوا إلى البيت الأبيض مؤخرا أربك المشهد فاتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية كلا من رئيسي الجمهورية والبرلمان بتعطيل التصويت على المشروع عضو اللجنة كريم عليوي قال إن صالح والحلبوس يرغبان ببقاء القوات الأمريكية في العراق متهما السفارة الأمريكية في بغداد بشراء ذمم سياسيين وبرلمانيين وشيوخ عشائر لإفشال التصويت على القانون الذي يعكس توقيته وولاء حامليه رغبة بإفراغ الميدان لطهران لا إخراج المحتل من العراق